تفسير رؤية يوحنى اللاهوتي وعلاقة الرؤية بأحداث الماضي والحاضر والمستقبل الحلقة السادسة في هذه الحلقة سنتم تفسير الختم الثالث الذي يخص الإمبراطورية التي تلت الإمبراطورية الرومانية أي الفرس الأسود أو الأجهم فهناك لونان مذكوران في الأناجيل التي بين أيدي المؤمنين لذلك سنورد كل اللونين معا منعا للالتباس نذهب إلى الرؤية الفصل السادس الفقر الخامسة يقول ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث يقول هل أم وانظر فإذا بفرس أسود أو أجهم والراكب عليه في يده ميزان وسمعت صوت في وسط الحيوانات الأربع يقول ميخيال حنطة بدنار وثلاثة مكايل شعير بدنار ولا تضر الزيت والخمر ولنرى من هو الراكب على الفرس الأسود أو الأجهم نذهب إلى الرؤية في الفصل الثالث عشر أي نتكلم عن الرؤية الثالثة للإمبراطوريات التفصيلية الرؤية الفصل الثالث عشر يقول ووقف على رمل البحر أو في بعض الاناجيل يقول ثم وقفت على رمل البحر ورأيت وحشا طالعا من البحر وله سبعة أرؤس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة التيجان أي أكاليل وعلى أرؤسه أسماء تجديف وكان الوحش الذي رأيته يشبه النمر ورجلاه كرجل الدب وفمه كفم الأسد وقد أتاه التنين قوته وكرسيه وسلطانا عظيما ورأيت أحد أرؤسه كأنه جرح جرحا مميتا وجرحه المميت قد برئ والأرض صارت كلها متعجبة خلف الوحش وسجدوا للتنين الذي آت الوحش سلطانا وسجدوا للوحش قائلين من يشبه الوحش ومن يستطيع أن يحاربه وأتي فمن يتكلم بعضائم وتجاديف وسلطانا أن يفعل اثنين واربعين شهرا ففتح وفاه بالتجديف على الله وعلى اسمه وعلى مسكنه وعلى سكان السماء وأبيح له أن يحارب القديسين ويغلبهم وأتي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة وسيسجد له جميع سكان الأرض الذين لم تكتب أسماؤهم في سفر الحياة للحمل المذبوع منذ إنشاء العالم من له أذنان فليسمع من ساق إلى السبي فإلى السبي يساق ومن قتل بالسيف فبالسيف يقتل هنا صبر القديسين وإيمانهم هنا نرى أن الختم الثالث جاءنا بالفرس الأسود أو الأدهم وحسب تسلسل الرؤية للفصلين الثاني عشر والثالث عشر وحسب تسلسل الظهور الزمني نرى أن بعد التنين الأحمر أو الأشقر يأتي الوحش الخارج من البحر أي من الأمم والعالم والذي له سبعة أرؤس وعشرة قرون والآن بعد أن حددنا الوحش الذي يطابق الختم الثالث حسب التسلسل نذهب لنحدد من هو الوحش فنرى ما معنى هذه الجملة التي قيلت ووقف على رمل البحر وفي بعض الأناجيل يقول ووقفت على رمل البحر أي إن الوحش آت من رمال البحر وفي كل تلحالتين يكون المعنى واحد كما سنرى فلماذا وقف إبليس على رمل البحر عندما أراد أن يحارب باقي نسل المرأة إخوة المسيح بالإيمان والتبني فدعنا نفهم معنى رمل البحر هذا فنذهب إلى سفر التكوين الفصل الثاني والعشرين يقول التكوين السفر الثاني والعشرين الفقر الخامس عشر تقول ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بنفسي أقسمت يقول الرب بما إنك فعلت هذا الأمر ولم تدخر ابنك وحيدك عني لا أباركنك وأكثرن نسلك كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاط البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض فهذا الوعد ولأول وهلة هو واحد ويعني الكثرة والعدد الوفير لنسل إبراهيم ولكنه في الحقيقة هو وعد من شقين الأول كنجوم السماء التي لا تحصى ويخص به أبناء الموعد نسل الموعد والذين هم من إيمان إبراهيم أي الشعب المختار السماوي أبناء أرشليم السماوية الذين خلصوا حسب انتخاب النعمة وبدم الفادي يسوع المسيح ونرى ذلك أيضا في دانيال الفصل الثاني عشر الفقر الأولى يقول ويكون وقت ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الزمان وفي ذلك الزمان ينجو شعبك كل من يوجد مكتوبا في الكتاب وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار والرذل الأبدي ويضيء العقلاء كضياء الجلد والذين جعلوا كثيرين أبرارا كالكواكب إلى الدهر والأبد وفي بعض الأناجيل يقول والفاهمون يضيؤون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور أي المخلصين أبناء المعد وفي الرؤية أيضا الفصل الثاني عشر الفقر الرابع يقول وجر ذنبه ثلث كواكب السماء وألقاها على الأرض ووقف التنين قبالة المرأة المشرفة على الولادة ليبتلعوا ولدها عندما تلده أي إن التنين الأحمر أو الأشقر أي الدولة الرومانية ستقتل ثلث مجموع الشهداء من المخلصين وشعب الله المختار الحقيقي ونرى إن الكواكب سماوية وكذلك شعب الله المختار المخلصين سماويين يرثون ملكوت السماء أي يصبحون سكان أورشليم السماوية ويملكون مع المسيح وأما الشق الثاني من الموعد الذي يقول كالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يحصى فيخص به أبناء الجسد نسل الجسد نسل ابن الجسد إسماعيل والذين هم من نسل أعمال الجسد الأرضيين وهذا هو تطبيقا لوعد الله لإبراهيم عندما يقول في التكوين الفصل السابع عشر الفقرة العشرين وأما إسماعيل فقد سمعت قولك فيه وها أنا ذا أباركه وأنميه وأكثره جدا جدا ويلد إثنى عشر رئيسا وأجعله أمة عظيمة غير إن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة فنرى إن أبناء الجسد الذين كرم للبحر كثرة هم أبناء أورشليم الأرضية الحاصلة في العبودية مع بنيها إذ يقول القديس بولوس في غلاطية الفصل الرابع الفقرة الثاني والعشرين يقول فإنه مكتوب إنه كان لإبراهيم إبنان أحدهما من الأمة والآخر من الحرة غير إن الذي من الأمة ولد بقوة الجسد وأما الذي من الحرة بقوة الموعد وذلك إنما هو رمز لأن هاتين هما البصيتان إحداهما من طور سيناء تلد للعبودية فهي هاجر فإن سيناء هو جبل في ديار العرب ويناسب أورشليم الحالية لأن هذه حاصلة في العبودية مع بنيها أما أورشليم العليا فهي حرة وهي أمنا لأنه كتب إفرحي أيها العاقر التي لم تلد اهتفي واصرخي أيها التي لم تتمخض لأن أبناء المهجورة أكثر من أبناء ذات البعلي فنحن أيها الإخوة أبناء الموعد مثل إسحاق غير إنه كما كان حينئذ المولود بحسب الجسد يضطهد المولود بالروح فكذلك الآن ولهذا السبب وقف إبليس على رمل البحر ليأتي بالوحش الطالع من البحر من أبناء الجسد بني إسماعيل ليحارب بهم أبناء الموعد المولودين بحسب الروح أي نسل المرأة الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح وهذا أيضا نراه في الرؤية الفصل العشرين الفقرة السابعة يقول وإذا تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليظل الأمم الذين في زوايا الأرض الأربع جوج وما جوج ليحشدهم للقتال في عدد كرمل البحر فإبليس لا يأتي بشيء إلا أرضي ومن الأرض مثل رمل البحر وأفعال وأعمال الجسد فأي شركة بين البر والإثم وأي مخالطة بين النور والظلمة فنرى إن أبليس وأبناء الجسد الأرضيين دائما يحاربون لكي يحصلوا على أرشليم الأرضية أما أبناء الموعد فيتطلعون إلى الحرة أرشليم السماوية نعم فالأرضيون يتمسكون بالأرضيات والسماويون يتمسكون بالسماويات والآن بعد أن عرفنا من أين سيخرج الوحش ومن أي شعب وما هو غرضه أي إن غرضه هو محاربة إيمان أبناء الموعد نرى إن هذا هو ما حصل فعلا وهذا الوحش ذات السبعة أرؤس وعشرة قرون هو الإمبراطورية أو الدولة الإسلامية بكل فروعها السبعة وهذا أيضا هو الذي نحصل عليه لو سأن التاريخ من الذي حكم أرشليم ودخلها بعد الرومان والجواب هو الدولة الإسلامية وهنا ومن سؤال التاريخ نجد إن الأرؤس السبعة هي أولا محمد والخلفاء الراشدون من سنة 622 ميلادية وإلى سنة 660 ميلادية ثانيا الخلفاء الأمويون ودام حكمهم من سنة 660 ميلادية وإلى سنة 750 ميلادية ثالثا الخلفاء العباسيون ودام حكمهما في العراق بين سنة 750 ميلادية إلى 1258 ميلادية رابعا الدولة الفاطمية والتي استمرت ما بين سنة 909 ميلادية و1171 ميلادية خامسا دولة الأتراك السلجوقيين ودامت ما بين سنة 1055 ميلادية و1423 ميلادية سادسا دولة المماليك في مصر واستمرت ما بين سنة 1250 ميلادية إلى 1517 ميلادية سابعا وأخيرا الدولة العثمانية والتي استمر حكمها لغاية سنة 1917 ميلادية هذه هي الأرؤس السبعة لهذا الوحش وأما القرون العشرة التي لهذا الوحش والتي عليها عشرة تيجان أو أكاليل فهي الدول الإسلامية العشرة التي تفرعت إليها هذه الإمبراطورية في أيامها الأخيرة والقول بأن أحد أرؤسه قد جرح جرحا مميتا فهذا حصل للدولة العباسية أيام التتار وهولاكو وتيمور لينغ ولكن الجرح برئ وتعجبت كل الأرض أما القول بأن الوحش يشبه النمر ورجلاه كرجلين الدب وفمه كفم الأسد وقد أتاه التنين قوته وكرسيه وسلطانا عظيما فهذا معناه أن الدولة الإسلامية شملت على أرض الكلدانيين أي الأسد وأرض فارس ومادي أي الدب وأرض الإمبراطورية اليونانية أي الإسكندر المقدوني أي النمر وقد أتاه التنين سلطانا عظيما ولم يقف أحد أمامه واستسلمت الأمم وخرت له ساجدة ولم تقوى على محاربته خوفا منه قائلين من يشبه الوحش ومن يستطيع أن يحاربهم ويقول أيضا وأبيح له أن يحارب القديسين ويغلبهم وأوتي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة وهذا ما حصل فعلا فقد غلب الإسلام كل القبائل في الجزيرة العربية أولا ثم الشعوب الوثنية كالفرس ثانيا ثم المسيحية ولم يسلم أحد من يده إلا من مات أو دفع الجزية أو أسلم وقد وصل إلى الهند شرقا والسبانيا غربا وقد ساق إلى السبي كثيرين والكثيرات وقتل بالسيف الكثيرين وكثرت الغزوات وكثرت الغنائم وكان القول الشايع إسلم تسلم وإلا فالموت بحد السيف وإن كنت محظوظا تدفع الجزية ويقول وأوتي فمن يتكلم بعضائم وتجاديف وسلطانا أن يفعل 42 شهرا ففتح فاهب التجديف على الله وعلى اسمه وعلى مسكنه وعلى سكان السماء نعم فكان أول شيء فعله الإسلام الإدعاء إن التوراة والإنجيل محرفين وإن المسيح نبي وابن مريم وأنكر الصلب والفداء أي لمحاربة جوهر الموعد وجوهر إيمان أبناء الموعد فبدون الصليب لا يوجد موعد ولا فداء وبدون فداء ابن الله لا يوجد خلاص وحيث لا يوجد صالح ولا واحد والكل زاغوا وفسدوا فيذهب الجميع إلى جهنم وبئس القرار وهكذا أغلق طريق الخلاص أمام ملايين بل بلايين وبلايين البشر وبدل الخلاص بالفداء المجان لكل من يؤمن أعطوا ميزانا يكيلون به حسناتهم وسيئاتهم ليحصلوا على الخلاص وهذا هو المقصود بالميزان الذي بيد الراكب على الفرس الأسود أو الأدم ولكن هيهات ثم هيهات فخطيئة واحدة تذهب بحسنات عمر بأكمله ومن له خطيئة واحدة فقط فلن يرى وجه الله أبدا ولن يدخل الجنة أبدا فمعصية واحدة فقط أهبطت آدم وحواء من الجنة ولم تحسب حسناتهم ولم يرد حتى ذكر حسنات آدم وحواء وما عملوا من أعمال في طاعة الله ورب العباد وكأنه لم يكن لهم حتى حسنة واحدة فالكتاب أغفل ذكر كل شيء إلا المعصية الواحدة التي ارتكبوها وكانت كافية لموتهم وتردهم من الجنة وهكذا حصل مع النبي الله موسى فاسألوه لماذا كان خطأا واحدا كافيا ليمنعه الله منع باتا من دخول أرض المعاد وبالرغم من كل توسلاته إلى الله والتي قاد من أجل دخولها شعبا متمردا أكثر من أربعين سنة في صحراء سناء وبعد كل ما تحمله وعاناه مع فرعون مصر فعن أي ميزان نتكلم وتتكلمون وتقول الرؤية ففتح فاه بالتجديف على الله وعلى اسمه وعلى مسكنه وعلى سكان السماء فالتجديف طال الله وأصبح أمكر الماكرين أي ماكرا ومخادعا وأصبح سكان السماء يمارسون الجنس مع الحور الحسان والولدان المخلدون ويأكلون ويشربون وأصبح نهر ماء الحياة الخارج من جنب المسيح الأيمن من تحت العرش السماوي أي دم الفداء الذي يعطي الحياة الأبدية للمخلصين أنهار من لبن وعسل وأصبح الأقنوم الثاني النبي عيسى بن مريم وهم يقرون بأنه سيدين البشرية جمعا فهل سيدين البشرية أحد من البشر؟ طبعا لا فالدينونة لله فقط وهو من سيدين العالمين نعم هكذا الأرضيون وهكذا إدراك بني الجسد أفبعد الإيمان نرجع إلى أعمال الجسد وقبل أن نتكلم عن مدة التجاديف والسلطان لمدة 42 شهرا نبحث لنرى متى ذكرت مدة الأثنين والأربعين شهرا مرة ثانية في الرؤية لأن هذه هي نفسها أيضا ولهذا وضعت بنفس الصيغة أي بصيغة 42 شهرا فنذهب إلى الرؤية الفصل 11 الفقر الأولى أي للرؤية الثانية للإمبراطوريات المختصرة ويقول وعطيت قصبة مثل قضيب وقيل لي قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه وأما الدار التي في خارج الهيكل فاترح خارجا ولا تقسها فإنها أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا فالفادي يقول تكون أرشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم كما في لوقا الفصل الواحد عشرين الفقر العشرين يقول ومتى رأيتم أرشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا إنه قد اقترب خرابها حينئذ ليهربوا الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجا والذين في الكور فلا يدخلوها لأن هذه هي أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام فيكون ضيق عظيم على الأرض وصخط على هذا الشعب ويقعون بحد السيف ويسبون إلى جميع الأمم وتكون أرشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم وتقول الرؤية في الفصل الواحد عشر إن الأمم التي أعطيت الدار التي في خارج الهيكل ستدوس المدينة المقدسة 42 شهرا ويقول الفصل الثالث عشر من الرؤية إن الوحش سيتكلم بالتجاديف لمدة 42 شهرا فالسيد المسيح يتكلم عن إجمال المدة التي تكون فيها أرشليم مدوسة من الأمم من أول المدة وإلى آخرها أي إنه في حال انتهاء المدة سيرجع اليهود إليها ثانية أما الرؤية فهي تتكلم عن الأمم التي تدوس أرشليم لجزء من إجمال المدة والبالغة 42 شهرا أي 42 في 30 ينتج 1260 يوما أي بحسب النبوء تكون المدة 1260 سنة تبدأ من وقت إعطاء الدار التي في خارج الهيكل وتنتهي في وقت نهاية أزمنة الأمم وسنرى معنى ذلك إن الدار التي في خارج الهيكل هيكل سليمان وزربابل هي بالحقيقة الغرف الخارجية الخاصة بالكهنة وعندما طرحت خارجا ولم يسمحوا بقياسها أعطيت للأمم فأقامت مكانها المسجد الأقصى والذي بني بين سنة 705 ميلادية وسنة 710 ميلادية ولو أخذنا متوسط المدة نحصل على 707 أشهر وبعد مضي مدة 1260 سنة على هذا التاريخ نصل إلى 707.5 زايد 1260 تكون النتيجة 1967.5 ميلادية وهذا معناه إن حكم الوحش على أرشليم سيستمر من وقت أخذ الدار الخارجية وإلى سنة 1967.5 وهذا هو ما تم فعلا حيث انتهى الحكم الأممي على المدينة ورجع اليهود إلى القدس الشرقية التي كانت هي المقصودة بالنبوءة وحكموها ثانية في الشهر السادس من سنة 1967 ميلادية وهذا هو تاريخ انتهاء أزمنة الأمم التي ذكرها السيد المسيح بالكمال والتمام وفي الحلقة القادمة سنتكلم عن الشاهدين المذكورين في الفصل 11 نوري كريم داود